مرة أخرى يكون الفشل مصيراً للمحاولات الحكومية المتواصلة لكسر الإضراب العام الذي تجدد في المحافظات العراقية المنتفضة بتظاهرات طلابية واسعة كدت على أهداف الثورة التي حملها المتظاهرون منذ انطلاقها في تشرين الأول ففي العاصمة بغداد خرج الطلاب الجامعيون بمسيرات حاشدة أمام جامعاتهم مرددين شعارات وهتافات تندد بمن سموهم ذيول إيران مطالبين بالتخلص من أحزاب العملية السياسية وتولي أبناء العراق الأصلاء أمر البلاد وتوجه المتظاهرون في مسيراتهم نحو ساحة التحرير عاصمة الثورة وأيقونتها وفي ذيقار ومع غلق الدوائر الحكومية والجامعات توافت الطلاب نحو ساحة الحبوب في الناصرية بتظاهرات حاشدة جددوا خلالها رفضهم تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة وهما تكرر في الكوت مركز محافظة واسط حيث رفعت طلبة شعارات تدعو لتنفيذ مطالب ساحات التظاهر وعدم محاولات تجاوزها والالتفاف عليها كما دعا طلاب محافظة القادسية إلى التغيير الشامل وذلك خلال مسيرات انطلقت في مدينة الديوانية مركز المحافظة وشدد المتظاهرون على استمرار دعمهم للتظاهرات وعدم تخليهم عن المطالب المشروعة بينما ردد طلبة محافظة المثنى خلال مسيرات جابت شوارع مدينة السماوة شعارات تندد بقمع التظاهرات على يد القوات الحكومية وميليشياتها مشاهد التظاهرات الطلابية الحاشدة تكررت في البصرة وميسان والنجف وكربلاء وسط إجراءات وانتشار أمني مشدد بينما رفض متظاهروا البصرة تفتيش خيامهم من قبل أي جهة أمنية تلطخت أيديها بدماء المتظاهرين تظاهرات أكدت مرة أخرى أن محاولات إنهاء الثورة بالترهيب لم يعد أمرا ممكنا فليس بوسع آلة القمع مهما توحشت أن تواجه إرادة الجماهر التي لم يثنها سقوط كل هذه الأعداد من الشهداء والجرحى لتصل الأمور بين السلطة الغاشمة والشعب إلى درب لا عودة حتى انتصار الثورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر